السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصف السابع نبدو في باب جديد اللي هو الخلايا تراكيب والوظيفة والتنظيم واخدين من الصف الخامس ان الخلية هي اصغر وحدة حياة في جسم الكائن الحي سواء كان انسان نبات او حيوان فالخلية في الصف الخامس تعريفها متوحنين في الصف السابع تعريفها هي واحدة بناء المخلوقات الحيية ومكونة من كتلة مادة تسمى البروتوبلازم بروتوبلازم اللي هو هناخدوه شو معناها يقبل البروتوبلازم هناخدو معناه بالنسبة للخلايا فيه كائنات تتكون من خلية واحدة اللي هي وحيدة الخلية واخدينها نتذكروا مع بعضنا اللي قريناها في الصف الخامس انه فيه مخلوقات كو من خلية واحدة لها وحيدة الخلية زي البكتيريا فيه اللي هي عندها اكتر من خلايا اللي هي متعددة الخلايا وفيه اللي زي الانسان ونبات والحيوان عندها بلايين الخلايا قلنا الخلية بصفة عامة تختلف زمان كانت تتذكره في الصف الخامس تختلف الشكل والحجم والوظيفة كل خلية لها شكل خاص بها حجم ووظيفة مناطة نتشتغل بها نفس الشي الخلية النباتية والحيوانية الخلية النباتية تختلف على الخلية الحيوانية لو نتذكره في الصف الخامس وقلنا الفروق ما بيناتهم طبعا صف السابع فبناخدو الخلية وتركيبها ومما تتكون خلية الحيوانية وشنية الفرق بينها وما بين الخلية النباتية على اكتر شوية هنبدو اللي احني لو نشوفه في الرسمة هادي رسمة الخلية الحيوانية نوعه نفسه زي ما اخدينا زمان سيتو بلازم وغشاء خلية لكن السنين هناخدو النوعه اكتر وفي اولى تنوي ان شاء الله هتاخدو تركيب مازال اكتر وبتفصيل اكتر تختلف قلنا الخلايا في شنية في الحجم والشكل والوظيفة اول حاجه اللي هي الخلية نفسه نسموها زمان نسمو فيها خلية تعو نسموها الكتلة الماده نفسه نسموها البروتو بلازم اللي هي الكتلة نفسها نصطع الخليه كشن اسمها الماده الحياغ نسموها البروتو بلازم التكوين هي البروتو بلازم عمتان شن نعارفو راط combinesباش نفهمو شن هو البروتبلازم هي كتل Τοها ماده حيه يعني كيف زي شباه معدة شباه الجيت جيلاتين او شبه هلامية. تركيب نفسها عبارة عن تركيب معقد وشني يدير في انشطة كيميائية اللي هو عمليات اللي هو الايد عمليات التنفس عمليات الهضم كلها دوين تحدث وين في الخلية. لو نجو نشبه مكونات البروتوبلازم اللي هي مكون الخلية نفسها عبارة عن شني من سبعين لتسعين في المية مية والباقي عبارة عن بروتينات كربوهايدرات دهون املاح عضوية ومن ضمنها حتى في الخلايا نقدروا نلقوا في فضلات بعتلي اللي هي الجهاز الدوري ياخدها ويحطها في الاماكن امتحها. ما هي الزاء البروتوبلازم اللي هو اللي خدناه في الصف الخامس النواة السيتوبلازم وعشاء الخلية. هنبدو باول حاجة اللي هي النواة اللي هي هنا. النواة هي مركز التحكم يعني هي السنتر يعني هي مركز تحكم الخلية نفسها. لو بنعرفوا النواة شو نقوله هي كتلة كراوية صغيرة من البروتوبلازم كتافتها اكتر من كتافة السيتوبلازم. يحيط بها غشاء رقيق هو غشاء النواة. تمام يعني زيتوا هادي خلية وهادي النواة كتافتها اكتر وين موجودة في مركز الخلية. كتافتها اكتر وشني يحاط بها غشاء نافذ اللي هناخدوه شن وضيفتها الغشاء اهوه. طبعا شن قلنا نعود ونكروا لنواة شني مركز التحكم يعني هي زي الانسان الراس متاعها هو اللي يتحكم في الجسم كله. النواة هي اللي تتحكم في الخلية نفسها. ما الذي يوجد في النواة؟ لو نجو للنواة زيتوا ونشوفو شن تركيبه. مما يتركب. يتركب احنا عنا طوي في الرسمة في الكتاب المدرسي اهي النواة. رسمة النواة تتكون من مادة اللي هي الكروموزوم او الكروماتين اللي هي السنتر نفسه اللي في وسط النواة. هو يحتوي على شني على شبكة من تركيب طويلة تشبه الخيط اللي هو اللي نعرفوه ونسمعو فيه الدي ان اي او الحمضة الريبوزي. منقوص اللي هو الاكسوجين اللي هو الدي ان اي. وهذا شني يحمل الصفات الوراثية للأم وللبو. لو نشوفو مثلا اخدينا الصف الخامس ان الانسان في حاجات تشبه لأمه وفي حاجات تشبه لبو. فهادي جاية من شني جاية من الكروموزومات اللي هي اللي هي حاملة جينات او المادة الوراثية اللي في الجسم. لو نعرفوا الكروموزوم او الكروماتين هي عبارة عن شبكة من تركيب طويلة يعني زي توا هيكي طويلة. تشبه الخيط تحتوي على المواد المورثة اللي هي الجينات تتحكم في انشطة الخلية. يعني اي نشاط في الخلية سكون يتحكم في اللي هي المواد الوراثية او الجينات اللي في النواة. لو بنعرفوا الكروماتين الكروماتين شن هو يتكون من بروتينات لها تركيبة معقدة تتسمى حمض نووي رايبي منقوص الاكسوجين او الدي ان اي يعني طوي الاسم المطرف به نوة الدي ان اي او شايف قلنا النواة تتكون من الكروماتين اتنين غلاف النواة. لو نجو نشوفوا زي توا هني الغلافة هو الخارجي للنواة. هو شيني ليفصل النواة عن السيتوبلازم. يعني زي توا هادي السيتوبلازم وهذا النواة يفصلها على اللي هي السيتوبلازم البراني. الذي يفصل النواة عن السيتوبلازم محيط بها وبه توقوب تسمح بانتقال مواد من والى النواة. يعني حاجات تطلع من النواة ومواد تخش للنواة. شن وظيفة النواة? لو احنا يسألنا سابع قلنا شن وظيفة النواة? النواة. مسؤولة عن تكاتر الخلية رقم واحد. يعني الخلية باش تتكاتر ويزيد العدد امتاحها عن طريق الخلية. يعني شوف روحك كيف كنت مثلا في الصف الخامس او كيف كنت يروحك في الصف الخامس. وشوف السنة سابع كيف وليتي اطول واعرض. علاش? لان الخلايا بتاعكم قاعدة تتكاتر. طبعا توصل لمرحلة من العمر معاش فيه. اللي هو الخلايا ما تزيدش في العدد متاحها. طول متاعك يتبت. تنين لاستمرار حياة الخلية. الخلية باش تستمر ضروري يصير لها انقسام. اخدينا في الصف الخامس كنت تتذكروا ان خلايا الجلد تعيش ثلاثة ايام. تمام. رقم ثلاثة لاصلاح الازاء التالفة. يعني اني عندي مثلا جرح. نجرحها بعد فترة. جرح التأم. التأم عن طريق شيني اللي هو انقسام النواة متاع الخلايا. فشيني بتتجدد وبتعطينا خلايا جديدة. ملاحظة هادي مهمة. الوحيدة اللي ما عندهاش نواة اللي هي كريات الدم الحمراء. ونلقوها كريات الدم الحمراء في الدم. علاش لا تحتوي على النواة لان فترة حياتها قصيرة. به? كيف يعني حياتها قصيرة؟ لانها ما تقدرش تنقسم ففترة الحياة عمرها بسيط. علل لماذا حياة كريات الدم الحمراء قصيرة لانها لا تحتوي على نواة. فهمنا علاش ان فترة حياتها قصيرة لانها ما تتجددش. باش تتجدد لازم تتكاتر تكاتر عن طريق النواء الوحيدة اللي ما عندهاش في خلايا الجسم متاعنا نواء اللي هي كريات الدم الحمراء شيني مسؤولة اللي هي النواء مسؤولة على التكاتر هي ما عندهاش نواء فما تتكاترش ففترة العمر متاحها قاسيرة رقم واحد قل للنواء اثنين شين عنا اللي هو السيتو بلازم لو نجو للرسمة اهيا حنشوفوا اللي هو السيتو بلازم يحيط بالنواء يعني اي نواء يحيط بها شيني السيتو بلازم وهو جزء من البروتو بلازم اللي يحيط بالنواء نفس ما قلنا نبكري شيني يتكون السيتو بلازم يتكون من ماء مواد كيميائية وفاجوات لو نجو شوفوا زيتوا نجو فيه فاجوات صغيرة ماء مواد كيميائية كل المواد كيميائية علاش لانه فيه مواقف فيه عمليات متوبوليزم او ايد بتصير في الخلية فوين تحدد في السيتو بلازم حتى النواء وفاجوات علاش الفزوات مملوقة بشيني بالماء والغداء تمام تعريف الفجوة شيني مساحات مملوقة بسائل ومحاطة بأغشي يعني زيتوا محاطة بغشاء فاست وين القوهة فاست السيتو بلازم بالنسبة للفجوات لدينا نوعين من الفجوات فجوات في الخلية الحيوانية تختلف عن الفجوات في الخلية النباتية فجوات الخلية الحيوانية صغيرة كثيرة تخزن الماء والمواد الغدائية يعني الغداء متاع النواة امتى يجي يجي على هيئة فجوات في الخلية النباتية نلقو فجوة واحدة ومركزية اللي هي زيتوا كانت تتذكروا الرسمة اهيه يا سابع عم تكون في الصف الخامس ان هادي الخلية النباتية هنين نواة وهادي عبارة عن شيني تقولها فجوة عصرية او فجوة مركزية فجوة مركزية اللي هي واحدة وكبيرة ونلقوها في الخلية النباتية رقم ثلاثة اللي هو غشاء الخلية او الغشاء البلازمي نفس الشي كنتوا تذكرو اللي Bundesregierung هنقوله هو غشاء رقيق ويحيط اللي هو بالسيت بلازم من الخارج وشون قلنا زمان كانت تذكره يساعد في نفاذ الجزيئات من وإلى الخلية يحاط طبعا سين سابع هنقوله شوني يحيط الصيت بلازم الخلية بغشاء ليهو سطح الخلية ماش بس غشاء الخلية نقدرن قوله الغشاء البلازمي غشاء البلازمي هو غشاء دون نفادية جزئية حيث يسمح فقط بمرور مواد معينة طبعا في فرق ما بين غشاء البلازمي وبعدها هناخده اللي هو جدارة الخلية غشاء البلازمي اللي هو في الخلية الحيوانية يسمح بنفاد فقط بعض أنواع المواد مش كل المواد يسمحها أنها تهود وعندها نفادية اختيارية هتاخدوها ان شاء الله الصف الثامن اللي هو فيه اللي هو الانتشار والحاجات اللي هي هتاخدوها على الصف الثامن ان شاء الله عنا شن هي وظيفة غشاء البلازمة يتحكم غشاء سطح الخلية في المواد التي تخرج من وتدخل إلى الخلية في مواد يخليها تطلع في مواد يخليها وتخش حسب الأسموزية طبعا إن شاء الله العام جديد الثامن هتاخدوه فصل كامل اللي هو زي الأسموزية والانتشار هده هتاخدوها بالتفصيل كيف تختلف الخلية النباتية على الخلية الحيوانية لو نتذكروا في الصفة الخامس قلنا خلية الحيوانية زايدة عليها الخلية النباتية بثلاثة نقاط تانية يعني تحتوي الخلية النباتية على نواد سيتو بلازم وغشاء الخلية زايدة في الخلية الحيوانية زايد رقم أربعة جدار الخلية اللي هو هنشوفوه هنا في الكتاب زايدة وهذه الخلية نباتية هنجو 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 سيتو بلازم ونجو هده غشاء خلية ومنبرة لهو جدار الخلية جدار الخلية هو جدار من مادة اسمها سيلولويدز هو نفات تام يعني لو قرينا بكري غشاء البلازمي قلنا يسمح ببعض المواد نفات جزئي نركز سابه هنها هذا جزئي أما هنذا نفاتية تامة يعني هدي جي اكملة ان الغشاء البلازمي نفات جزئي بينما جدار الخلية عندها نفاتية كاملة أو تامة ويمكن لجزئات الكبيرة أن تمر خلالها يعني في الخلية النباتية كل شيء يقدر يخش غير الخلية الحيوانية تمام عندنا لو نشوفوهم الدورات هذه الصغيرات شن اسمهم لو كنا نتذكره في صفر الخامس أخدناهم اسمهم الجبلات أو اليخضور أو بلاستيدات الخضرة هي عبارة عن يعني زيت دائرة لونها أخضر شن وظيفتها تخلي النبات يقوم بعملية البناء الضوئي طبيعي الخلية الحيوانية مش هدتنا عملية بناء ضوئي لأننا نحن ناخده في أكلنا من برة عن طريق الجهاز الهضمي أما النبات يصنع في غداءة بنفسها فضروري يكون عندها حاجة ساعدة في اللي هو تصنيع غداءة اللي هو الجبلات أو اليخضور تحتوي على صبغة أخذ خضراء اللون تسمى شني الكلوروفيل شن اسمها يا سابع الكلوروفيل بخيرها ضرورية لعملية البناء الضوئي آخر حاجة اللي هي قلناها مبكري اللي هي الفجوة المركزية كانت حد يتذكر لي شن قلنا وظيفتها الفجوة المركزية أو الفجوة العصرية سابع تعتبر شني كدعامة أساسية للنبات يعني النبات باش احنا عندنا جهاز الهيكلي للإنساني دعمه لجسم الإنسان قلنا الفجوات العصرية هي اللي تعطي الدعامة للنبات احنا قارن بين الخلية النباتية والحيوانية طبعا نفهمنا ونقدرون نقارنه طبعا هذا واجب وضروري ينكتفك الراسة الواجب صفحة كداش؟ 85 شوي بس هنوريكم وين مكانها قهوة الجدو القهوة يكتب واجب يا سابع تمام صفحة 85 بس الجدو القهوة تمام الفرق ما بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية حنكمله عقابة اللي هو الباب نفسه هي العنة فهمنا ان الخلية قلنا هي وحدة بناء وتتكون من بروتو بلازمة اللي هي المادة الكتلة الحية تتكون في الخلية النباتية الحيوانية سوري من نواة سيتو بلازم وشني؟ خشاء البلازمي قلنا الخلية النباتية زايدة عليها بشني؟ بجدار الخلية جبلات والفزوة المركزية قلنا النواة تتكون من الكروماتين ويحيط به اللي هو الغلاف النووي تمام هذا زايد على الصف الخامس السنة هنزيدو حاجة تانية بما نحن صف سابع هنفهمو شي معنى نسيج شي معنى عضو شي معنى جهاز واخدناها احنا كانت تتذكروا في الصف الخامس السنة هنعودوها بطريقة تانية نرجع من جديد ان الخلايا تختلف في الحجم والشكل والوظيفة هذا اكيدا بعض المخلوقات قلنا من اول شي تحتوي على نوع واحدة زي البكتيريا شنسمناها لو تتذكروا في الصف الخامس سمناها اللي هي مخلوقات وحيدة الخلية الكلمة هي اللي هي مخلوقات وحيدة الخلية عندنا زي الاشنات والحيوانات والنبتات هي خيرها عند الانسان سوري والحيوانات والنبت عندها شنين عديد الخلايا لو بنعرفوا النسيج هو عبارة عن شنين مجموعة من الخلايا تتشابه في الوظيفة يعني كل نسيج لوظيفة معينة زي النسيج العضلي اللي وظيفته في الحركة النسيج العصبي اللي هو عبارة عن مجموعة من خلايا عصبية ووظفتها نقل اشارات عصبية هنا لدينا العضو مجموعة من الأنسجة يعني يناسجين يا ثلاثة يا أربعة وأكثر تعمل لأداء وظيفة معينة لو نجو في الكتاب واخدينها عندنا اللي هي رسمة في الكتاب بس شوية أعطينا المعدة لو نشوفها هي المعدة متاعنا هي عبارة عن شني عضو عضو قداش هي نسيج اللي هي الرسمة هي عنا عضلة طولية مشي بالطول وعنا عضلة دائرية لافة هادو كلها عبارة عن شني نسيج عضلي من اللوطة عنا منفوق اللي هي نسيج طلائي منفوق اللي هي المعدة لو نجو نخرط المعدة زي مثل العيد الكبيرة نجو مادة لازجة اللي هو نسيج طلائي برضو عنا نسيج غدي اللي هو يفرز حمض شني اللي اخدناه اللي ما تلفاته في الأحماض يا سابع حمض سني حمض الهايدو كلوريك اللي هو موجود أصلا في المعدة يعني نسيج غدي اللي هو يفرز الحمض هنا نسيج غدي يفرز عسارات هادمة اللي هو الحمض الهايدو كلوريك نسيج عضلة عنا وضيفته انقباد وصرخاء المعدة المعدة مش تقول تتحرك هكي باش شني تقلب الماكلة باش تساعد فيه اللي هو هضم الطعام نسيج ضام يساعد على ربط الأنسجة الأخرى يعني لم الأنسجة كلها مع بعضها زايد طبعا المعدة فيها أعصاب وفيها أوعية دموية تخش أوعية اللي هي يخش لها دم ويطلع منها دم باش شني تتغدى المعدة زيها زايد عضو تاني تاخد أكسوجين وتطلع اللي هو الفضلات وتاني أكسيد الكربون عندنا لبعد النسيج قلنا نسيج عضو ثلاثة اللي هو الجهاز يتكون من أعضاء عديدة تعمل معنى لوظيفة معينة يعني زي الجهاز الهضم يتكون من المريء المعدة أمعاه دقيقة وأمعاه غليدة وكبد وبنكرياس كل هم هادو الأعضاء أنت يتلموا بيعطونا جهاز هضمي غيرها عنا جهاز تنفسي غيرها عنا جهاز دوري غيرها جهاز عصبي جهاز اللي هو الجهاز الهيكلي وا 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 أخدناهم زمان كانت تتذكروا ودرنا لكم فيها سمي الأجهزة الموجودة في جسم الإنسان تمام هذا كل نحن نحكوه على شني الأنسجة والأعضاء في الإنسان نبات نفسه زي الإنسان عنده أنسجة وعنده أعضاء نفس الشي نبات عنده أنسجة وعنده أعطاء تجي جواد تقولي كيف يا قبلة كيف يعني نجد في النباتات عندنا جبلات اللي هي اليخضور أو الكلوروفيل تلعب دورا حيويا في تصنيع الغذاء يعني غذاء عملية البناء الضوئي تكون عن طريق الكلوروفيل كلوروفيل قلنا هو ياخد تاني أكسيد الكربون في النبات زايد ماء وشن بيعطينا جيلوكوز وأكسوجين باش تحدث هادي العملية لازم يكون في ضوء شمس وشني الكلوروفيل أو البليستيدات وهادي وين موجودة؟ موجودة بنقونا النبات يا سابع يصنع غذاء وين في الأوراق؟ في الجدور شن بتاع النبات شن نلقو؟ لو نشوفوا الجدر زايتوه نلقوه في شعيرات رقيقة علاش باش تزيد مساحة السطح يعني بتخلي النبات يمتص أكتر قدر من الماء والأملاح المعدنية في الجدور النباتات لدى الطبقة السطحية للجدر شعيرات طويلة علاش لزيادة مساحة الامتصاص علاش زيادة مساحة سطح الامتصاص باش يمتصشني ماء وأملاح معدنية تمام خدينا في الصف الرابع كانت ذكروا أن أوعية النقل في النبات وهي أوعية الخشب وأوعية اللحاء قلنا أوعية اللحاء أو نسيج اللحاء خير وظيفته وظيفته ينقل الغداء من الورقة لأزاء النبات غير نسيج الخشب وهو ينقل الماء من وين؟ من الجدور إلى أزاء العليا للنبات يعني للساقلة والأوراق والاتمرات يعني عكس بعضهم في العادة النسيج الخشب هو النسيج المسؤول على نقل الماء والأملاح يعني من جدر من اللوطة وطالع للنبات لفوق باش يغدي جميع أزاء النبات النسيج هو يتكون من أنواع كثيرة من الخلايا يعني مش خلية واحدة اللي هي مجموعة خلايا بتعطينا شني؟ نسيج تمام مما يتكون الساق في النبات من نسيج البشرة نسيج خازن وداعم ونسيج اللي هو ناقل هنشوفوه في الكتاب يعطينا رسمة هي رسمة هي مدارين قطاع في الجدع ومدارين نسيج بشرة نسيج ناقل ونسيج خازن اللي هي نوع الأنسجة في النباتات تمام أعضاء النبات اللي هي أزاء النبات اللي هي الورقة الساق الجدور هادي تعتبر أعضاء شن وظيفة الساق لو نعرفوه ما نحن من صف الرابع أو من صف الثالث واخدينها ساق أي نبات وظيفة شني الدعم ونقل المواد يعني هو ينقل لفوق وينزل للوطة وفي نفس الوقت يعطيها للنبات إنه يقعد على حالة وظيفة الأوراق قلنا من زمان نعرفوها من الصف الرابع هي عملية البناء الضوئي وتنفس عن طريق التغرق قلنا الورقة من أسفل شن موجود فيها؟ موجود فيها التغور التغور هادي ساعد في التنفس وإن النبات يأخذ ويطلع اللي هو الأكسوجين ويطلع ثاني أكسيد الكربون آخر حاجة شنية وظيفة الجدور تتبيت النبات في التربة اللي أكيدة يعني وظيفتها وامتصاص الماء والمعادن إن شاء الله بالتوفيق عنا الواجب صفحة 85 ضروري تكتبوه الدرس تكتبوه من زيته وقدامكم في الكراسة السلام عليكم ورحمة الله